ليه شخصية هند روستوم وودا سلطان انت نفسك تقدم لهم لو اتعمل سيرة ذاتية هند روستوم كانت ايكونة الجمال والاغراء وبدون ابتزال يعني ناريت احنا بس نفهم الاغراء بدون ابتزال لان دوقتي بقى فيه خلط بينهم شعرة وهودا سلطان فنانة قديرة جدا عملت كل الادوار نفسي يعني عملت زي عملت الاغراء وعملت الستة الغلبانة وعاشت عمرها كله 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 بمراحله الجميلة ما هربتش منها يعني ما عملتش دور واحدة صغيرة وهي كبيرة لا ومع انها كانت نجمة واسمها يتحط اول واحد ولكن لما جاء الزمن معاها اشتغلت بي ومشت معاها جراديولي فشفناها مثلا في ارابيسك الجدة او الام او البتاعة دي جميلة جدا انا كان نفسي ابقى كده برضو اعيش كل مراحل العمر في التمثيل بحاجات قيمة بس بادوار قيمة طيب بيتواجه تو الوقت مشاكل في الواقع ما بين الناس بتشوفك زي ما انت في الافلام فبتصطدمي برؤيتهم ليك في الواقع بيصطدموا فيها من ناحية ايه لا انت بتصطدمي ان هم مش قادرين يفرقوا بين الشخصية العشاشة وبين الستة الخلاقية اه الستات بالذات سوهرة على فكرة الستات بالذات بيتعاملوا معايا بخوف غير عادي في الاول يعني دايما بيربطوا بين الادوار اللي انا بعملها وبين النا بيلاقوا منك الستات بيتجنبوني في الاول بيتعاملوا معايا في الاول يعني دار ما دخل اكشار خليك يعدك كده على جنب وماشي هاي جاي وخلاص مش عايزي تعملوا معايا شوية في شوية بقى لو انده ويتعرفوا علي ويعرفوا ان مفيش مني قلة وان دي ادوار وكده خلاص بنا تبسط مع بعديا بتبين مبسوطة ان انت الستات تخاف عليكي وان الرجالة بتحبك او ستات تخاف منك او دا او ستات تخاف مني انا اختفروا ايو تحب ان انت تبقي يعني في الصورة دي ان انت تحس ان الرجالة تحبيش طبعا خالص خالص احب يعني يعرفوني ان انا برا التمسين انا ميسرة تعملوا معايا ان انا ميسرة مليش دعو بالادوار يعني ما اكيد مسلا وطلعت قتلى حد هيفتكروني حاطلى قتلى كرأتلهم بس انت بتقولي ان انا ممكن اتجاوز راجل متجاوز ودي حاجة ممكن تخاف ستات منك لا ما انا برضو قلت له موضحت ان انا لازم اقابل الست قبل ما اتجاوزه اشوف هي موافقة ولا مش موافقة واعرف ايه الاسباب ما هو الراجل بيقول اسباب كتيرة جدا ما كان الحقيقة بتتارف بين الاتنين افريدي قابلتيها وقالتلك اي حاجة وهي مغلوبة على امرها وقالتلي ايه قالتلك تمام بس هي مغلوبة على امرها او قالتلك لا لا هو انا مش هبقى عارف اذا كانت هي مغلوبة ولا مش مغلوبة هبقى عارفة طبعا لا انا عمري ما هتجاوز راجل يعيش ست مغلوبة على امرها فيه ستة هتوافق اصلا عمري عمري ايو فيه ستة هتوافق اصلا النجوزة يتجاوز عليها اه فيه اه انا شفتها شفتيها ولا عشتيها لا لسه ما عشتهاش بس شفتها شفتها الستة خلاص فيه ستات بتوصل عندهم مرحلة الامو معانية جدا عندها تشبه حياتها ملانة جدا بولادها وزنيها وشغلها والرجل عايز اهتمام طبعا ما هو طفل معاك ما هو ده طفل كبير فالستة ما فيش عندها وقت برضو الستة مضغوطة جدا ما بين بتذاكر وما بين بتشوفه وما بين بتعمل هي بتبقى منهكة اجزاستت خلاص مش قادرة تدي حاجة وهو عايز حاجة يعني انت بتدي العزر للرجل ان هو يتجاوز مرة تاني انا مبدلوش العزر بس انا برجع واقولك ان الراجل لما يتجاوز واحدة تانية على امراته لو امراته وقتها ملان قوي فهم ازاي مش قادرة تدينه وقت من وقتها او اجزاست مش قادرة على مسؤولياتها ناحيته قردي الراجل افضل ان يستقر في حياة تانية احسن ما كل شوية حيبص بره حيبص بره حيبص بره ممكن بره مره من البرات واحدة تخطفه تاخده ميرجعش تاني لبيته عندك صديقات ستات كتير كل صديقاتي ستات اه يعني فكرة ان ستات تخاف منك دول مش صحابك لا لان انا عندي برضو مبدأ لايمكن اعرف واحدة وتبقى صاحبتي وحتى لو جزء عرض علي اوافق فهم ازاي يعني رازم تبقى انا معرفش الست طب وده حصل قبل كده حد من ازواق صديقاتك طب انتي قلتي مرة ان انتي عاشت قصة حب كبيرة جدا لكن سبتيه لما شفتي معاملته لزوجته اللي قبل كده اني كانت معاملة سيئة طلقته اه او طلقته اه دي حقيقة فعلا اهدف 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 ا